موسيقى جينا فوجينا بأنه بعد ما حفر بوصل لغاية البيوت رادم تاني وقال هنحفر عيادوي وجي تاني يوم اشتغلوا حفر أسروا لغاية نص الشارع وجيت كلمت البشمان لسرامي قال لا انتم مش مركبين مش مدخلين صرف فينفعش انها ندخل لكم فاجبتوا لنا الاصالات كلها ازاي ما حاك شايف كده ان احنا مشتركين صرف اهو وهدي الاصال الكمبيوتر كمان انه في صرف برضه هو كل البيوت دي موصلة صرف رحت له وقال لي طب خلاص كده معلش بخليها بكر احنا نبدأ نحفر للباية سنة 1980 من 37 سنة وانباني هنا ومدخل مي ومدخل نور ومدخل صرف صح والبيارة مرة من قدام بيتي الاتجاه كمان بعيد عنه بشوية وجوهم بحتوا بتوع الغاز الطبيعي بحتوه وبحت وطه بطول البيت وردموه بدون مواسير ردموه بدون مواسير واتخروا بعيد عن البيوت دي ورجعوا الورا حوالي 15-20 متر الورا كمان وقالوا ايه احنا المعاول اللي قال انك جد غاز الطبيعي حضرتك فحروا الشارع لحد بيتنا كله وبعد كده قابلوا المواسير كسروها وبعد ما كسروها رحرت من الفحر تاني ولحموا المواسير اللحم عشوائي وقال لك المرحلة دي هنجيب على قدين وطلعوا القدام ابتدوا يجيبوا من نص الشارع حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم الغاز هينزل للبلد مستودعات الأنابيب هتقفل فيه اكتر من كمش تلاف اسرة في الوسطة متضررة هجيب غاز طبيعي منين بعد كده لما هو لما جاءوا لك بالغاز طاحتوا حيثة دي من اول نهاية البحث طاحتهم اللي هم ردموه لغاية بيتي هنا طاحتوا وقصروا الحاجات دي وقصروا مياه هنا وطبع قالوا احنا ههملها يدوي راح عملوا الموضوع وقفلوا على كده ومعملوا على كده ومعملوا على كده مش ماندس رامل هو مسئولة مسئولة عن المشروع هنا في الوسطة جيت تاني يوم لقيته بيحفر جنبنا هنا وقلت له ان شاء الله سنخلص هنا ونرجع عن رغم انه ورانا هنا وفي الشارع الورانا حفر بغاية مستوى البيت ده ورانا وقلت له كلمته ايه المشكلة قال لي لا اصلا انا معلش ده النهاردة العمال اصروا وبكرة هاجي وحتى الان الوضع زي ما هو حتى المواصير الصرف المواصير المياه لما حفروها اتكسرت سايبينها هنا حضرتك هيد ترشح المقاول قال انه كده احنا نوصل ازاي بس وبيتي فيه ثلاث عددات نور وفيه ثلاث شؤة لولادي وفيه وباني سادسة وبيتي مرقب من المجلس المحلي رقم 19 الدخل الكاردو هيوصلهم جاز من اين؟ هناخد عربيات ونطلع نشتري الجاز من اي بلد الامبوبة تفعلين بـ 200-250 جنيه ماينفعش يتركب جاز بالبلد كلها يتسيب البلد كلها ده العدل لكن عشان تعمل عدل بين نص البلد والنص التاني لا لا ماينفعش يا جماعة بنتم اصابوه اصابوه مثلا ثمان اصر هنا او ثمان بيوت في كل بيت مثلا فيه اربع اصر اربع اصر مثلا ثلاثين اصر في حتة دي يعني احش الشحتة وهم هيخلصوا غاز من هنا وهيدخلوا غاز وطبعا مش هينزلوا المستودع هيقفلوه يعني عشان امبوبة غاز بتاعتي اروح بقى اشوف قرية اشوف مكان الشحتف عشان غالي امبوبة غاز هي بس بممكن فاحنا زي الناس بالركب احنا عمنا صرف الصحي ومركبين فقط صرف الصحي ومركب عدد مية ومركب صرف الصحي اعتبر حضرتك وعندي ودافع للصرف الصحي والمية بس بس ستة الاف جنيه يعني انا ركب صرف الصحي ركب مية ومركبش غاز ليه بس هي المشكلة ومشكلة الناس كلها كب وبعد كده انشحت بحنا ننتع وصلت مع المحافظة المحافظة قالوا لي احنا مش جاهة اعتماد مش جاهة خبرة او ملناش امر مع شركة الغاز وصلت مع شركة الغاز نفسها قالوا لي ان احنا عندنا فيه فرق بين التركيب وما بين الحفر فالتركيب هيبقى للكل لكن التعاقد الحفرة هيبقى لمناطق معينة لكن التعاقد هيبقى لكل وطوله ازاي لما انا جاهة اتعاقد هتطالبني ان احفر قدامي وهتطالبني بالميزانية دي طب ما هي في ايديا هي حاليا في ايديا ان انت توصل الكل نرجع للمشكلة الوقت انت هتمنع وجود الامبوبة طيب الشارع دي هتوصل غاز البيت اللي جنبها يوصل وانا هيبقى عند ايدي امبوبة هدور عليها اجيبها منين في حيث النفدية وانجنبينة هي نزاوية المسلوب كان بيوصل وبياخد اقرار على الناس اللي ما عندهاش صرف انها متوصلش وتقريبا خمسين في المئة واربعين في المئة من البيوت مش موصلة لكن احنا عندنا عدادات مية وكررابة اسماءنا عندنا كشوف رسم وترخيص كل البيوت دي فاحنا كده للمسئولين لو سمحتوا البلد مش نقصة مشاكل كفاية او اللي هي فيها ولمش عايزين كمان احنا نوافحنا كان ممكن سهل جدا نقف قدام المهندسين وهم مشغلين حفروا لهم لا لازم توصلوا لهنا وكنا نعمل مشكلة بس احنا ماشيين بطرق السلمية